تعقدنا ديليار مدريد مع اللاعب الموهوب خبيب كواس وسيتم تقديمه إلى الجمهوريوم الثلاثاء المقبل خبيب نوضبر كما تحلم عندك مهمة جديدة أبابا كنت حاسبها صح بسحنا وين نظرك؟ هدا تاني من نام لا لا موش منها سادوكا عندك مهمة بايش تروح لنا لواحد البلاد استمتع بالخمس ثواني هادو ونبعد صفق أوكي هذه روسيا تحقيق الحلم أصدقائي الأزاء مرحبا بكم في فيديو جديد ونشكر الموسيقى اللي خلفنا في رحلتين جديدة رحلة البحث عن أوصول خبيبين روسيا أنا قلت لكم مقبل البلاير عني عني عندي شوية أوصول روسيا فجدنا نتأكد علي اليوم رحلتنا رح تكون مختلفة رحين البلد أنا أكدتوا لها كل الناس تحنوا باش تروح لهم بلد عندهم عادات غريبة جدا في هاد الفيديو رح نعطيكم كل التفاصيل كيفاش لحكت لي رح خبركم إذا كان أهم من ولا لا لكن قبل ما نبدأ وخلينا نقولكم أني اشتقت لهذاك الشعور ونجمع قيبتي باش نسافر باش نصب خيمتي هنا وهناك ولنجلس في مقهى شعبي في الفيليبين كتار موقف بلين نطيره في الدرون دف دف عدي عدي هاي يا رجل نركب أجمل رحلة قيطار في العالم في سيرلانكا اشتقت إلى أصداء صرقة من ناصر حولي بدوح و إلا مغامراتنا في القبض على رحلة مشانية بين الدول اشتقت إلى الحرية و الجلس في كرسي المطار لرؤية طائرات قادمة لتأخذني معها لنجمع قصصا جديدة في جهبتنا والآن نمشي ورحلة جديدة إلى بلد جديد والآن عرفنا قيمة كل لحظة قضيناها في حياتنا عرفنا قيمة كل تلك الأصوات اللي كانت حاولين لهذا خاصنا نستمتعوا بكل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتنا وحظة كأنها مكشمارة في حنياتنا في حرفة طبيل أو حتى يدخلوكم في حرفة مغلاقة سابون دلوها فيها بطلق هل تخسر إيديك؟ وهنا رأنا أعطيكم أفضل طريقة تفوتوا بها الوقت إذا كان عندكم ترانزيت طوي هدو الزجران محايرين هدو رام تايحين هدو هنا يتورج في فيلم بينا عنده واحدة الباوشنين سناعة اسكار هدو راح عليها الفول راح عليها الفول جريج 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 هي تقول وهي الرحوة يقول لها لا رقي غلطة في القيت هدو في راحتهم خلاص هدو جمع هدو كتن المدرسة كيد ديوم في رهلة يلبسوا من نفس المحفظة هدو الحاجبين راح يضربها الهاواي هدو أصدقاء مصغروا كبروا مع بعضها مواموا يسافروا مع بعضها ما يتحكي لها دولها تشفي بكريكي كنا صغار كنا نديرو هيتشايكين هدو راح منوطر راح متعطلين راح الحل هدو كونجو من كوبا خلي هدو يتعلم من يكبر شوفه هدو يتعلم هدو يتعلم هدو هدو يتعلم من كما كانوا في الماضي تحسروا في روحك في عام 1935 هدو يتعلم هدو يتعلم أن تحسروا في السفل في تفتح المدينة المترو الأخم واحد لدينة وسط المدينة اللي كان أول مترو التفتح هنا في موسكو من وقت ستالين مترات عن موسكو معروف أنه من أخذ المتروات في العالم تفتحها عام 1931 لخمسة وثلاثين ما نتعرف شكون عن موسكو ستالين الحرب العالمية الثانية أولاً في السابق هذا المترو بنها الحزب الشيوعي في السنوات الأولى من أجل حماية المدنيين في موسكو وكان مخبأ سري لهم إبان الحرب العالمية الثانية وفي أيضاً مصارات سرية تربطوا مع الكريم في أكثر من 12 نخط و أكثر من 200 محطة أجبري بالسابق شوف شفي اس بي تشارجة تفضل تشارجة تريفون تاريخ على الواي فاي هذا الإيراني يراك فيه دركاء عينة ولكن تقريباً كلهم ما زلوا قدم هذا عروا جديد دركاء باقي مشكي مع هذا هذا ستالين ستالين سور كوزيني سمع هذا ستالين سور كوزينيسكي موست عندما تلقى وراجل هو الذي يهضر أعرفوا بلينتو ماركو و رايحين تجاه موسكو أما كنت تلقى صوت تعمره أعرفوا بلينتو مباعدين على موسكو يعني وسط المدينة الخارثة على الميطر و هذا هذا كما تعباريس يعني ما إذا جربتم ميطر و تعباريس فهذا لا يوجد شرح تعملوه فيه حسناً تستعملوا هذا التطبيق سيساعدكم تكتبوا المحطة التي يراكم فيها و المحطة التي يراكم فيها و يعطيك فقط اللي أني يجب أن تركب العرب أخوة كان هناك شيء يجب أن تعرفوه على المترو في موسكو سوف نحسبوه بين واحد و واحد ما حال يحب ها نحن ها نحن عندي معنومة أنه بين متر و متر و دقيقة حتى دقيقة و نصف ها نستطيع الراكب أن يستقل قطاراً كل دقيقتين في المطور دقيقة و 45 ثانية و أخيراً خرجت بالمتر و عندي ساعتين و لداخل تخنكت و ليس غلط طعم تقولوا شو غلط فا نحن قلت أن تخنك سعرها تقوم بـ 1.210 روبي ليس روبي ليس روبي هذا ما هو روبي أنا شريطة تلتيم لسعرها حوالي 9 دولار و يجب أن تركب موضوع في مدة ثلاثة أيام بصحة بين الدخلة و الدخلة و ربع ساعة فلا تحاول أن تركب أنت و سادق كنت جاءت العباء الرواسة و إلا أن تقوم بسعر 13.8 دولار و هي 800 روبي موسيقى 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 هنا في ألوسيا يوجد أكبر عدد مليار ديراد في العالم لديهم الفلوس كتير و الفكرة هو يستعملوا طريقة مجنونة بس يتنقلوا من المكان لآخر موسيقى 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 سيارات الإسعاف موسيقى كثيرين في روشيا يхعت أن المسيقى يكون أهمتهم موسيقى يتمكنون بسعارة ديراد و ستجلوا بسعارة في عدد هذه الأحضر ما يعرفون لا تظن ان هناك احد مرد اعرف ان هناك احد عنده الالفلوس يجب ان نفعل بركشة الائطالية اذهب الى الطريق ونرى الانفلوس نطلق ونقوم بالموصب فإن ازالي الانفلوس لن اعرف ان ازالي الانفلوس ونرى رجل اعمال ملياردار لا تخاف ان ازالي الانفلوس هل كان الانفلوس انتظر الانفلوس حتى تأتي وارمي نفسي واخذ فيها شكرا دراهم هاي الانفلوس اشتوها الانفلوس عندي كرجي 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 قد اتجري ادوني ادوني اسمعونيش جاي انشاء الله موسيقى 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 لا لا اصدقائي مشكلة ماش من عندكم مشكلة من عندي صارت لي اسوء حاجة نقدر انتخيلها انها تصرار اصدقائي ملفات شريت هذا هذا الاكسترنال هاردرايف الكبير باك اوب في 8 تيرابايت كي ننقل ملفات التي صورتها من هذا الصغير كي نضعها في هذا فالنهار الذي ننقلها فيه نرى كيف اصبح حجمها 0 بايت نرى كلها كلها تواصلت مع شركة WD قالوا لي شوف شركات اخرى يسترجع الملفات فانا حاولت بنفسي هو فولدر من شيشان وزوج فولدرات من موسكو اللي شفتوهم الان فالشي اللي راح تشوفوه الان هو بقايا من كنز اللي شقيت علاجاله وتعبت عليه فهذا الشي فقط اللي قدرت نسترجعه فحاولت قدما نقدر انكم تستمتعو به ان شاء الله يعجبك مرات الحياة تضربك بقوة مهم انك ما تستسلمش وتكمل طريقك خوا اراني راح للقروزني شيشان اراني جايين صراحة ان انت ما تشوف الطريق للشيشان تبدأ تشوف منامح هاد البلد ابدا تظهر حاجه مش نورمونة ووصل لا تلقي حتى واحدة يتلقي الطافي كل اشطافي تدخل تشعل ويتبقى تسنع العربية وكتش يجيب ما نعرف محااااااا ما يجوش نطلق اروح هنا وكالعادة اول مكان مشيت له كان السوق الشابي اللي في تلقي الناس البسيطة باش تعرف عليها عن قرب نعم اننا لان في قروزني عاصمة الشيشان ولمسجدها استرجعت حيبتها بعد 74 عام من الحرمان في الحقبة السوفياتية ومن أضرار الحرب راح تشوف الشرطة منتصرة في كل مكان خواه كما قلت لكم ان الشيشان عانت الأولين وكان رئيس أحمد قاديروف كان أول رئيس للدولة الشيشانية الآن سكون رئيس ابنه رمضان قاديروف رمضان قاديروف هذا عنده قصص كبيرة مع بوتي في فترة قصيرة اقتصاد الشيشان تطلع بسرعة عكس في داغستان ولا فيما ندخل أخرى في القوقاز فهذا سلام ورحمة الله كيف حارك؟ تليفون دروع لي هجوم لا تتحدث انجلس هجوم رسولة هجوم رسولة أين هكذا؟ ألجيريا ألجيريا جزائر موسلم؟ موسلم 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 موسيقيت موسيقيت موسلم موسلم موسمن موسيق İs موسلم نعم، لا تتواجد انجلس اشترك أبي روسي أبي روسي اشترك السلام عليكم السلام عليكم هيا هيا، لنذهب إلى غروزني جيدا جيدا شكرا شكرا هذا أحمد قزرو نعم هذا أحمد قزرو أحمد قزرو أو قرآن أحب قزرو أحب قزرو أحب قزرو أحب قزرو أحب قزرو لأنه هو لأس الدولة الشيشانية هذه الموسكة موسكة 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 غدا اليوم تأسيسي تحب قزرو أحب قزرو لأنه يوجد حفلة لا تحب قزرو موسكة 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 روسيقى رئيس الأول أحمد قديروف تم اغتياله في إحدى المناسبات الوطنية وبعدها جاء ابنه رمضان قديروف موسكة انت انكش؟ لا تحب انكش موسكة 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 كيف قكن؟ كم كنالة؟ انا موسكة خبيب لا توجد الوطن؟ لا 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 انظر لنرى الصالاتيات انظر انظر موسكة موسكة رمضان قاديروف معروف بحبه الشديد لقوميته الشيشانية بعض الناس يعتبروه مجنون وبعض الناس يعتبروه شخصية قومية هلايا في الشيشان يحبوه بالبزاف علاه لانه قام بالاقتصاد الشيشاني في مدة قصيرة في دارة ثلاث سنين طلعوا وبناء الشياء ولا واحد كان بتصورها كل هذه البنايات بعد فترة الحرب كانت مدمرة واقتصاد البلاد تدمر كل هذا طبعا بيدعم منه روسيا وفيه بعض الناس يقول لك هو مجنون والفلوس اللي تعطيهم لروسيا أصبح يتبختر ويريدون أن يذهبوا أمام الناس استدعى كثير من المشاهير ستيفن سيغال مثلا الله أكبر روي الدن سنعوده بعد قليل كما أنه استقبل أحمد صراح في هذا الملعب الإيراني فيه الآن قبل مباراة كأس العالم هنا في روسيا والذي أحدثت ضجة كبيرة في الإعلاء أعلى لكي يعرف غروزني أمام العالم بلا ما ينسوا أنه بوتين أعطاه وسام شرف وسام الفخر لا يمتدوه إلا للناس لتقدم شيئا عظيمة الروسيا وكان موقف طريف واحد أخر ووزيرته لم يقام بالأعمال جيدا فاستدعه لحلبة البوكس وعقبه بمباراة طفص لوجهه دوخوا وزعت عندنا كما كل يوم كان مباراة وزعت ناريس قاوي ويكفع للبلاد آآ الدنيا شيشان أو داغستان معروفين بشيء اللي هو الكيك بوكسنج الآن عراني في مدرسة أخمد للبوكسنج من هنا تخرجوا أبطال شيشانيين آلميين خلينا نروحوا نشوفوا مع بعضنا كيفاش يتدربو انا بدت نشك بقصولي شيشانيين قولو لي شبه لي ولا علامة موسيقى هذا المكان يرى هنا اسمه ويناخ هذا هو الذي يفعل فيه الرقصة الشعبية الشيشانية المعروفة قام بذلين حلقة وراجل المرأة في الوسط ويشتحوه الراجل يقول يبان حصان ويقول يبان فراشا يمكن اعتبار هذه الرقصات دراما معقدة بين الجنسين حيث يقفز الرجل ويقوم بحركات عنيفة ليثير اعجاب الفتاة التي تدخل حلبة الرقص بحركات انسيابية جيت البارح احنا حبيت نقول كم تجربة فقالوا لي ولي غضوة لأنهم كانوا يحضروا الواحد حفلة فجيت اليوم قالوا لي بلي يكملوا لأنه يتخل الوزير الآن وعندهم غضوة احتفالية ثمانية تحت أسيس الدولة الشيشانية فحبيت نقول كم تجربة كيفاش يرقصوا الاخر ولكن ما قدرتش كيفاش رام بشيش ايه هنازتني فكرة مجنونة اخوة المستحيل ما يجعلكم شتيوفوا الرقصة المباشر خوا القناة الحل My name is Abusae You can dance teaching music teaching and dance like this Yes Let's go Let's do it Let's do it I'm a few No, no, no Let's go Let's use the skin can Okay let's go واحد اثناء ثلاث أبو سعيد قال في الفيديو يقول لا! يجب أن تنسى مثل هذا يمكنك الشيطان الرئيسي الشيطان الرئيسي يوالك ابتداء حسنًو جميلًا ابتدائك يقولون بأنه يجب أن تنسى اخر واحد أخر؟ لا أقول لا واحد أخر؟ لا لا حسنا واحد أخر لا 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 أخر؟ حسنا لا أعلم حسنا لا أعلم رقصة لازجينغا تعتبر واحدة من أهم رموز الشعب القوقازي اللي لازم على كل فرد يتعلمها منذ الصغر صراحة الناس شيشانيين خالقة ومضيافة وتحب تقاليدها وهذا الشاب من شدة طيب تبقى معايا بش يعلمني هذا الرقصة أنا في الأول كنت حاسبها سهلة ولكن تحتاج جهد بدني وتركيز عالي لهذا خاصنا نرجع مرة أخرى للشيشان بش نتعلموه هذه الرقصة والآن دعونا نمر الفقرة أسئلة شائعة كانت أسئلة كثيرة حول شيشان سأتجابكم عليها الآن لا أصدقائي لازم لكم فقط فيزا لروسيا غير تدخلوا لروسيا تقدروا تدخلوا لأي جمهورية موجودة داخل دولة روسيا الشقيقة عندما تصلوا إلى غروزني تقدروا تأتي إمام مخشكالا اللي هي عاصمة داغستان إمام موسكو إمام إسطنبول كانت طيارة مباشرة إلى العاصمة غروزني هذه هي لوحة شمسية تضعناها في كرتي لكي يتعلموا الطاقة ومن تحتوش كاين كاين USB لكي تشحن به من هاتف داعك هذا يحدث في دولة شيشان الشقيقة ثم لا تحبوا الأجان قابلني هنا يومي ظلت مثل اللي كان في المدينة المنورة قابل ساعة هذه الكبيرة اللي مقابلة أكبر مسجد في أوروبا لحد الآن بخصوص المبيد تقدروا تستعملوا تطبيقات اللي هي البوكينج والأير بيان بي ولا أي موقع اللي أنا جالس في هوستل بخمسة دولار ليلة هنا كاين حمام وهذه الغرفة اللي كتبت بها خمسة دولار لليوم السيارة هنا في شيشان رخيصة جدا فالآن طلبتها وهذه السيارة جايتني في ظرف 2 دقائق لكي توصلني للمحطة قروزني ورعت قروزني آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بخسر بخسر درايفر أتسفل الطيبة وقال لي انت توريس تستطيعون لقد تصددت قلت له لا لا يا سيد شكرا جزيلا الناس هنا طيبين جدا نقطة أخرى خاصكم تعرفونها أن النقل بين مخشكا القروزني سعب قليلا ففيه مشروطك هذه هي اللي فيها تمشي تقريبا كل ساعة بدأت تسعة ونص من المخشكا بدأت تسعة ونص من المخشكا بدأت الساعة العاشرة هنا في القروزني سأضعني في الشيشان اسمها مينوتسكا هي التي تركب بها لتعود وترجع المخشكالا ولا تنشي بها لأي مدينة مجاورة للعاصمة جروزني بخصوص إذا كان تيشان أمينة أم لا سأقول لكم أن 70% أو 80% أمنة وتستحق الزيارة في اليوم الأول ستحس بخوف عندما ترى الشرطة والعسكر في كل مكان ولكن هذا أمر طبيعي لدولة لا تحت مدة طويلة من التي استقرت أمنيا مدينة جميلة جدا وناسها طيبين جدا والأكل فيها ابنين والنقل فيها رخيص فكل شيء يشجع أنك تزور هذا المكان و تكتشف أنه شيشان حظارة ليس فقط اسم دولة على خريطة تشعر أنه شعب أصيل وعنده تقاليده الخاصة وطبعه فتستمتع لما تتكشف وتتعرف على هذا الناس اللي كنا نسمعه فقط تعليم في النشرات الأخبار فأنا أقول لكم تعالوا إلى تيشنيع لأنه هناك الكثير في انتظاريكم دخلها واحد أخرى ومنا كينا دخلها أهو دخلنا اترك واحد أخرى نخاو أشوفه أوف أوف آمر روح خف خف كشمي سبحانه الله يخونج ليبواه